الموضوع وهي التي تبلورت عن طريق مشاركة معالي وزير خارجية بلادكم في جانب من أعمال هذه الجلسة السيد الرئيس عندما أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً من المسلمين في مهمة عسكرية دفاعية في القرن السابع الميلادي أوصاهم قبل رحيلهم بوصية تمثل أساساً هاماً صالحاً لكل حين حول حماية المدنيين إذ قال مخاطباً أفراد الجيش لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً أو شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نحلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً ولا تذبحوا شاتاً ولا بقرةً ولا بعيراً إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له بهذه العبارات البليغة المختصرة لقص أبو بكر منهج حماية المدنيين الذي لم يقتصر فقط على البشر بل شمل الشجر والحيوانات كما اجتمل على احترام حرمة من تفرغوا للعبادة وهي قواعد ومبادئ ينبغي الالتزاب بها في كل زمان ومكان مثل ما كانت سائدة في القرن السابع السيد الرئيس إن الواقع الذي نشهده في العالم اليوم هو واقع مرير أليم بعيد كل البعد عن رؤية أبي بكر فحرمة المدنيين التي كفلتها الأديان السماوية والقوانين الدولية صارت تنتهك دون خوف من المساءلة أو المحاسبة ودون اعتبار لمعايير الإنسانية فقبل أيام شهدنا أمام أعيننا مذبحة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء من المواطنين الفلسطينيين وآلاف الجرحة وعلى مدى سبع سنوات متتالية تابع العالم مسلسل الدماء في سوريا الذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة وفي ميانمار يقلب العالم يديه وهو ينظر إلى مئات الآلاف من المدنيين المسلمين الروهينغا وهم يطردون من ديارهم وتحرق بيوتهم ويغتصب نساؤهم ويشرد أطفالهم وفي اليمن تمارس عصابات الحوثي المدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل بجموع المواطنين المدنيين بما في ذلك تجنيد الأطفال وزرع الألغام في الأحياء المدنية واستخدام الدروع البشرية ومنهم الطفلة جميلة بنت الأربع سنوات التي أنقذتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن وسلمتها إلى أهلها وذويها لقد آن الأوان سيد الرئيس لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة ولذلك فلقد أيدت المملكة العربية السعودية تشكيل لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل في غزة وتؤيد آلية جمع الوثائق والأدلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا كما نطالب بضرورة تسهيل عودة أبناء الروهينغا الذين طردوا من بلادهم عودة آمنة كريمة طوعية ونطالب باتخاذ الوسائل الكفيلة بمحاسبة من تسببوا في إيذائهم سيد الرئيس تخوض بلادي في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نفسها والهلاك وقد التزمت قوات التحالف في عملياتها بأقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين وإذا وقعت حوادث عرضية غير مقصودة تسببت في الإضرار بأعداد محدودة من المدنيين فإن هذه الحوادث قد كانت محل الاهتمام وخضعت للتحقيق الدقيق وتم التوصل في كثير منها إلى نتائج تشمل محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين ولقد كان من بين الإجراءات التي استخدمتها قوات التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن بهدف حماية المدنيين ما يلي واحد إن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من افتيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع اثنين العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تجمع المدنيين ودور العبادة والمقارة الدبلوماسية ومقارة المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية والتراثية وإن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر ثلاثة استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وذلك حرصا على الحد من الأضرار الجانبية إلى أدنى مستوى ممكن أربعة الحرص على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية قبل استهدافها لضمان عدم وجود المدنيين بالقرب من تلك المواقع خمسة إنشاء وتعزيز إجراءات التشغيل القياسية المعنية بالتحقيق في الحوادث وتقويمها إثر الضربات الجوية التي تثار بشأنها بعض الادعاءات ستة إنشاء وحدة متخصصة بحماية الأطفال والمدنيين في قيادة القوات المشتركة وتمكين الفريق التقني للأمم المتحدة من القيام بالتدريب والتأهيل اللازم لأعضائها ومن ذلك يتضح أن المملكة العربية السعودية تلتزم بأعلى المعايير التي يفرضها عليها الدين الإسلامي الحنيف ووصية أبي بكر رضي الله عنه والقوانين الدولية ذات العلاقة وأنها تقف بكل ثقة لتطالب بمحاسبة أولئك الذين لا يقيمون لهذه الضوابط وزناً ولا يعترفون بمسؤوليتهم عما جنت أيديهم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القلاصة في غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا ويساندهم في ذلك من يساندهم وخاصة من أفراد النظام الإيراني الذين يمارسون التحريض والقتل الفعلي والمباشر عن طريق ميليشياتهم الطائفية في لبنان وفي غيرها وفي سوريا وفي غيرها من الأماكن وإن من المضحك حقاً أن يتحدث المندوب الإيراني عن معاناة اليمنيين في اليمن في حين أنهم أكثر من تسبب في هذه المعاناة في أكثر من مكان شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الرئيس